النادي الآلي لما أعلم موقفه كان موقف واضح وصريح تماماً أنه أنا باحترم ما تلقيته من موعيد وجداول وبأطالب الاتحاد وكل اللجان المسؤولة أن يتنفذ ما اتفق عليه ده الخطاب اللي كان راح من الاهلي قبل كده في إعلام موقفه اتخذ الكرة رد دلوقتي بالدعوة اللي بعتها للنادي الآلي ومؤكد بعتها لبقيت الاندية الثمنتاشر المشاركة في الدوري لاجتماع الأربعاء هنوقف عند كم حتة فيه الموضوع أو الخطاب مرسل الموضوع اجتماع السادة رؤساء لندية يوم 6-2 الساعة 2 مساء يسعدني أن أنقل لسيادتكم تحيات السادة رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتحيات الشخصية الخطاب ممهور بتوقيع الدكتور سروة سويلم أو اللواء طبيب سروة دكتور لأنه هو دكتور في القانون جالي تعديل يجب التنويه به تفضل لأن أنا ذكرت أرجو أن يتم ضم أحد على تشكيل الهياء الطبية في الإصابات العمود الفقري جالي التشكيل دلوقتي بالتخصصات السليمة تفضل لأنه هو كان يتقال أن الدكتور ياسر منيج إصابات كاتب لا الدكتور ياسر منيج إصابات العمود الفقري يبقى كده وده منطقي عندك رجبة عندك فقري عندك دكتور خالد شهيب أستاذ إصابات الرجبة الأستاذ الدكتور ياسر الميليجي أستاذ إصابات العمود الفقري الأستاذ الدكتور خالد شهيب أستاذ إصابات الكتف والأستاذ الدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات القدم والكاحل وهيضاف إليهم زي ما قلت لحضراتكم أستاذ في القلب والأوايات الدموية لاحقا إن شاء الله هنا ده يبقى اكتمل كده ده تشكيل مكتمل شغل علمي كبير لا يعني كويس ان جالنا التصويب ده علشان فعلا كده يبقى كل شيء معمول حساب طيب عودة بقى لاجتماع الاربع ان شاء الله ده اجتماع الاثنين في اجتماع الاربع ما هي برضو كلها اجتماعات بس الجزء اللي اتزاقت بالعصايا من اتحاد الكرة جات على النادي الاهلي فعلى الاهلي ان يتعامل مع الوضع القانوني بقى لانه الاثنين كمان جيران يعني زاقة العصايا من اتحاد الكرة كانت زاقة بسيطة انما فيها تلقى الاهلي هذا الخطاب اللي المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سروت سويلا بيقول اتشرف بالإفادة انه من منطلق العلاقة الوثيقة والمصالح المشتركة بين الاتحاد والاندية من اجل مصلحة العمل على رفع مستواها بما يخدم المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها فقد تقرر ده قرار اتحاد الكرة فقد قرر مجلس ادارة الاتحاد توجيه الدعوة لسياداتكم او من ينوب عن سياداتكم من اعضاء مجلس ادارة ناديكم الموقر لحضور الاجتماع المشترك مع مجلس ادارة الاتحاد في الساعة الثانية مساء يوم الاربعاء ستة اتنين بمقر الاتحاد ليه ودي النقطة اللي انا بقول لكم نحترم جدوى الاعمال حتى الاجتماع نفسه لانه الجملة الجاية حيرتبط بها حاجات تانية لبحث كافة الامور المتعلقة بايه بمسابقة الدور العام 2018-2019 واتخاذ القرار المناسب بشأنها ننتهز الفرصة لنعبر لسياداتكم عن كامل الشكر والتأدير لحسن تعاونكم واهتمامكم ولتفضلكم بالحضور الخطاب موجه من اللي هو سروة سويلم لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي هنا يا باش مهندس هقف معاك عند جملة لعلها تكون فاصلة جدوى الاعمال هذا الاجتماع والهدف منه زي ما الاتحاد قال بحث كافة الامور المتعلقة بمسابقة الدورة يعني انا لما يجي حد يقول لي وقال هندي الزمالك انا عايز الاهلي يلعب مباراة الكاس مع بيرامدز قبل ما لعب مع الاهلي ونادي بيرامدز قال انا عايز العب مش هلعب مع الاهلي مباراة الدور التاني الا لما يلعب الاهلي مع الزمالك مباراة 30 مارس ورجع ورجع اتقال ان بيرامد بيقول احتراما لرغبة نادي الزمالك الشقيق احنا نتنازل عن طلب ان لازم الزمالك والاهلي يلعب الاول اتقال هذا الكلام انا قريته مباراة ممكن مش جواب رسمي ممكن تصريح ما اعلن من مخاطبات رسمية للاتحاد العربة امام الحصان في الطرفين هنا الزمالك مش هلعب بعد النجوم انا قلتلكوا ليه هو حددها بمباراة النجوم عنده كهرباء وعنده طرق حامد عندهم نظرين فهيتوقفوا المباراة الجاية فالرجل هيلعب مباراة النجوم فناخد ايه الموقف المؤجل بقى نأجل القرار لما بعد النجوم انما مش هلعب بعد مباراة النجوم الا لما الاهلي يلعب مع بيرامد زف الكاس ويخلص الاهلي مؤجلاته الاهلي بكرة يخلص مؤجلاته مايقعدلوش من الدور الاول الا مباراة الزمالك الاهلي ما قالش كده على الاسماعيلي اللي ما تحدد لهاش معاد ومش من شأن الاهلي انه يشترط عشان يقد فريق يكون التاني هو اللي لعب اجندة توضعت او جدول توضع وفقا لسياق زمني مضغوط جدا وهو زماني كده كده ساذ بريم متعدد 3 ابريل تمام يعني الزمالك والاهلي 30 مارس وماتش الاسماعيلي بتاعة زمالك في 3 ابريل طيب فين الترتيب الشماعة ولا اللي بانا بتاعت لا بس هيجي يقولك متى السنة اللي فاتت خلاص انا مقدر هذه الظروب لا 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 كل نادي انا عشان كده اقولك كل نادي حيتكلم من منظور مصلحته لكن ما كانش دائما باستجاب لنادي الاهلي كمان يعني طيب انا لما يكون هذا الجدول في الخطاب المرسل انه البحث امور الدوري هل لحد الحق في انه يدخل مسابقة الكاس كنت تقولي انه فيه الكاس عشان نبدأ نبحث الاجندة كلها لكن انت بتتكلم على كافة الاجندة التي تتعلق بالدوري فدي مسألة ودي مسألة تانية خاصة هنربط ديب دي يبقى انت مش عايزين تحلوا الاهلي وهو بيؤكد احترامه لكل الاندية الشقيقة من المؤكد ان المسألة اللي ياتي يجب ان تكون ظاهرة وواضحة للجميع انه بقيت الاندية الشقيقة ليست معنية بالازمة والمشكلة انت بتستفتي لي رأي بقيت الاندية في ازمة اثارها ناديان ضد الاهلي يعني فيه ثلاث اطراف بقيت الاندية هتصوت على ايه ما والاهلي لم يصوت ولم يسأل عن موعيد بقيت الاندية دي كلها لما تحطط زي ما كل الاندية لم تسأل هل علشان دلوقتي فيه نوع من التخفي وراء شمعة الاندية هل الامر مقصود به هذا الدفع بشمهندس شوف طبعا انا عندي تصور انت عندك تصور اللي جالسة يوم الأربعة لكن مش من الحصافة ان احنا نتكلم فيه واخد بالك انما اللي انا عايز اقوله بحس شؤون الدوري اه طيب قوة من اللي كانت عايزة رأي محدد بتغير رأيها لان مصالحات غيرت يعني لو لو تحصر مثلا مثلا صراع الهبوط في 5-6 اندية هتلاقي 5-6 اندية دول يتمنوا الدوري يتلغي ولا مش هيتامنوه لانه ظروفهم بير صعبة لو هو الموقف تحاسم وده مش سهل يعني اه وهم النهاردة ينظرون انهم بمنأة عن هذا الصراع اه لازم يكمل لان انا صرافت ما ينفعش ابدا يا اخواننا اتحاد الكرة كل ما حب ياخد قرار يجمع الاندية يجمعهم لازم لازم في بداية الموسم لازم عشان ده العقد اللي بينك وبينهم وده اللي كان بيقوله كابتن صالح سليم نجتمع نتطفق على نظام مسابقة يبقى هذا هو العقدة الذي ستنطلق به مصابقة الدوري لا يحدث مساس فيها ولا لو اتحاد مشي كده وخلى كل المطشاط في معادها كان زمان كده في الأسبوع العاشر لان كل اللي عندي هتستنى من الاهل يلعب صح ولا غلط داي العاشر او الحداشر او انما في المقابل هل استفاد الاهل من التأجيلات اكتر نادي يدير لان النادي المنافس انطلق وبعد عنه بمسافة في مجموع النقاط وهو يتحمل اصابات كبدته مطشاط يعني ما كانش عادي يتوقع ان هو هيخسارها يعني فانا بقول لك اه اجتماع يا رب يعدي على خير ويعدي والناس تخرج بعلاقات سليمة وكويسة وإلا بقى اذا كان كل واحد وقوة واستقطاب والعدد من الاندي يقدر يعني ياخد القرارات اللي هو عايزها احنا نبقى نخش في نفق مزمن موسيقى